هو وضع طبيعي جداً بعد رحيل كيلين مبابيه إن كل الناس هتقوم جاي ألفة وشها كده الناحية التانية وبص على أشرف حكيمي صاحبك وشئك وزميلك والرجل بتاع رياه المدريد والرياه العايز بك يمين وهكذا اليومين ثلاثة اللي فاتوا نشر صورتين مهمين جداً جداً واحدة صورتين ايه؟ خبرين مهمين جداً جداً هنعرض الصور واحدة منهم عن ارتباط أشرف حكيمي بالانتقال وده المفاجئ الحقيقة يعني لمانشستر سيتي إن جورديولا عارف كويس جداً إن كايل ووكر مش هيكمل فهناك مباحثات ما بين انتقال الأشرف حكيمي إلى منشستر سيتي دي واحدة التانية بابتاعة رياه المدريد دي لما تخش في مطن الخبر وتقرأه تلاقي معلومة ممكن تجيب لملاك باريس سان جرمان كل نوع الأمراض إن رياه المدريد لا يمانع أبداً إن أشرف حكيمي يكمل عقده كاملاً وياخده ببلاش في نهاية المدة أنتو بتعمله إيه؟ يعني هذا لوما كان النصر الخليفي يعني وقققت كبار رؤساء الأمدية على مستوى العالم والرجل عمل مجبوط بصراحة في الفريق ده لأول له ولا آخر مع كامل احترامه لتقدير إنه نتاج مش خدمك في أوروبا لكن إنت عملت شغل وعملت أكاديميات وعملت حاجة كبيرة جداً 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 لكن إنت عمل باريس بتعمل إيه؟ يعني إنت عايز تعمل إيه في الآخر؟ إنت أخذ مبابي ببلاش وعايز تاخد حكيمي ببلاش؟ مشهد يبدو غريب فهنا قررنا نفهم الأول هو حكيمي اللعبة دي هيلعبها دلوقتي؟ ولا آخر الموسم ده ويمشي الموسم الجاي ولا إيه الموضوع؟ فمصدر مقرب جداً من أشرف حكيمي تواصلنا معه في سوبر ليج وقال لنا رد على هذا الأمر وهذا التساؤل وقال إنه في الوقت الحالي النهاردة مفيش عروض على الأرض رسمية في مباحثات؟ امكن لكن مفيش تفاوض رسمي من الريال أو من منشستر سيتي اللعيد نركز مع باريس علشان ياخد بطولات في الموسم الجاري أنا شفت الجمهة دي قبل كده وبالتالي أشرف حكيمي الموسم ده هو مكمل مع باريس سان جرمان ما في المية لكن الموسم القادم فيه كلام كتير جداً حوالين رغبته أولاً أنت تكمل أولاً سانياً ريال مدريد في الحالة دي هيجي لك مرة واحدة منشستر سيتي واللعب مع بيب جوارديولا بيجي مرة واحدة آخر حاجة بقى ممكن أقولك رأيي أشوف حكيمي وصل للبيك في مناطق معينة 3-5-2 جناح دي يكمل لقدام مع الكونتي كان رائعاً مع لويس ندريكي حاجة إضافية في 4-4-2 والتحركات للعمق أكتر سوبر محتاج الجديد أما مع جوارديولا أنه زي يبدأ بقى تدخل الظهير ده للعمقه وتقدر تعمل ابتكارات جديدة لطريقة لعبك محتاج مدرب بالشكل ده يطورها لك أو أنك تتعامل بقى مع جلاكتيكوس يعني تشوف الرجالة اللي في رائع المدريد دي إيه بقى؟ كلام على إيه؟ يعني إزاي تكون واحد قادر يتعامل مع نوعيات نجوم ونوعيات أشخاص فأقوى فريق في العالم وتتحطف الضغوطات بتاع أقوى فريق في العالم لأنه اللعبة تحت ضغط كبير في الأندية لسه حاكمين ما رحلوش مع كابر الاحترام إنتر باريس سان جرمان الريال في الأول كان صغار جدا لكن في المرحلة دي قد يحتاج هذا الأمر وبشدة